السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله على نعمة العلم والحمد لله على نعمة التوحيد والحمد لله على كل نعمة أنعم الله بها علينا والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله يا أبناء الطلاب وأهلا ومرحبا بطلاب وطالبات العلم والجد في الصف الرابع الابتدائي في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ودرسنا اليوم هيا أبناء تطبيقات أحسنتم على أسماء الله الحسنى ففي هذه الحصة بإذن الله عز وجل سوف تمر معنا بعض الآيات والتطبيقات وسوف نستخرج منها أسماء الله الحسنى أسماء الله الحسنى وتعلمون يا أبنائي بارك الله فيكم أن توحيد الأسماء والصفات له شأن عظيم وهو من أنواع التوحيد الثلاثة أحسنتم يا أبنائي ومر معنا تعريف ماذا التوحيد بارك الله فيكم يا أبنائي وذكرنا بأن تعريف التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أحسنتم ومر معنا أنواع التوحيد الثلاثة وهو توحيد الربوبية الثاني توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة أحسنتم يا أبنائي بارك الله فيكم والنوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته المذكورة في القرآن والسنة المذكورة والواردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أحسنتم يا أبنائي بارك الله فيكم ونفع بكم وأحسن إليكم وزادكم علما نافعا وعملا صالحا ناتي الآن إلى أهداف الدرس فمن أهداف الدرس أن يذكر الطالب الدليل على أن أسماء الله كلها حسنا وكذلك من أهداف الدرس أن يبين الطالب معنى أن أسماء الله حسنا ما المقصود بأن أسماء الله حسنا وكذلك من أهداف الدرس أن يبين الطالب فضل حفظ أسماء الله الحسنى وكذلك من أهداف الدرس أن يستخرج الطالب من الآيات أسماء الله الحسنى هيا بنا في هذه الرحلة التعليمية المفيدة والممتعة هيا بنا يا أبنائي وناتي الآن إلى التمهيد السؤال يقول كم عدد أسماء الله تعالى الواردة في سورة الفاتحة الآن سوف نستمع لسورة الفاتحة ونستخرج منها أسماء الله الحسنى هيا بنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم قراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآن يا أبنائي بارك الله فيكم بعدما استمعنا إلى هذه الصورة العظيمة نأتي الآن ونجيب على هذا السؤال كم عدد أسماء الله تعالى الواردة في سورة الفاتحة هيا أبنائي أحسنتم أربعة أسماء الله سبحانه وتعالى وكذلكم رب وكذلكم الرحمن وكذلكم الرحيم نأتي الآن إلى أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى طيب ما الدليل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى هيا أبنائي أحسنتم في قوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فهذا هو الدليل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى نأتي الآن إلى معنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى ما المقصود بأن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى أي أنها أحسنتم أي أنها بلغت أعظم شيء في الحسن أي أنها بلغت أعظم شيء في الحسن فهي أحسن الأسماء وأكملها فهي أحسن الأسماء وأكملها فإذن المقصود يا أبنائي بأن أسماء الله سبحانه وتعالى حسن أي أنها بلغت أعظم شيء في الحسن فهي ماذا أحسن الأسماء وأكملها فهي أحسن الأسماء وأكملها نأتي الآن إلى فضل حفظ أسماء الله الحسن فضل حفظ أسماء الله الحسن والآن سوف نستمع لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة فإذن يا أبنائي بارك الله فيكم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف والعظيم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة من أحصاها دخل الجنة فهذا هو فضل حفظ أسماء الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء الحسنى طيب يا أبنائي ما المراد بقوله أحصاها ما المقصود بقوله من أحصاها دخل الجنة أي من حفظها فقط لا يا أبنائي أحسنتم من حفظها وفهم معناها وعمل بمقتضاها فإذن نقول من أحصاها دخل الجنة المراد بذلكم بارك الله فيكم أي من حفظها وفهم معناها وعمل بمقتضاها أي بأن يكون لها أثر في حياته مثل دعاء الله سبحانه وتعالى بها فنقول يا رحمن يا عظيم يا جبار يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم يا غفور فندعو بأسماء الله سبحانه وتعالى وكذلكم نتوسل إليه بها فإذن يا أبنائي هذا هو المقصود بمن أحصاها أي حفظها أحسنتم وفهم معناها وعمل بمقتضاها فيكون لهذه الأسماء الحسنة آثار في حياته فحينما يعلم المسلم أن من أسماء الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال السميع فيؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يسمعه ويسمع ما يقول فيخشى من الله سبحانه وتعالى فيراقب ماذا أقواله فلا يقول إلا الخير والقول الحسن والقول الطيب فإذن يا أبنائي هذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة نأتي الآن إلى هذا النشاط فبالرجوع إلى سورة الحشر من الآية 22 إلى الآية 24 نبحث عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ثم نقوم بكتابة ما توصلنا إليه في هذا الجدول الآن سوف نستمع لصورة الحشر من الآية 22 إلى الآية 24 ثم نعود ونكمل هذا الجدول هيا بنا يا أبنائي بارك الله فيكم أعوذ من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور يشر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الآن يا أبنائي بارك الله فيكم نأتي لهذا الجدول ونكمل هذا الجدول مر معنا من الأسماء التي وردت في هذه الصورة العظيمة أولا اسم ماذا الخالق والصفة ماذا الخلق فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض والإنس والجن وجميع ما في هذه أو ما في هذا الكون من المخلوقات فإذن الخالق والصفة ماذا الخلق أحسنتم العزيز العزيز الصفة أحسنتم العزة ولله العزة الكاملة والمطلقة سبحانه وتعالى نأتي الآن إلى الإسم الثالث المتكبر والصفة الكبريا أحسنتم يا أبنائي من يعطينا اسما آخر هيا أبنائي في هذه الآيتين جاءت أو جاء الكثير من أسماء الله سبحانه وتعالى وردت في هاتين الآيتين هيا أبنائي من يعطينا اسما آخر أحسنتم أحسنتم الرحمن طيب ما الصفة أحسنتم يا أبنائي بارك الله فيكم الرحمة فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن ومن صفات الله سبحانه وتعالى الرحمة طيب من يعطينا اسما آخر هيا أبنائي بارك الله فيكم أحسنتم الحكيم الحكيم والحكيم من أسماء الله سبحانه وتعالى الصفة ها يا أبنائي أحسنتم بارك الله فيكم الحكمة فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم ومن صفات الله سبحانه وتعالى الحكمة ناتي الآن إلى من يعطينا اسما آخر كذلكم يا أبنائي أحسنتم بارك الله فيكم الجبار طيب وصفة الجبروت بارك الله فيكم يا أبنائي وأحسن إليكم ناتي الآن إلى دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى فمن أعظم أنواع العبادة دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى مثل يا رب يا حي يا قيوم يا رحمن يا عزيز يا قوي يا لطيف وهكذا يا أبنائي فندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه ماذا الحسنى فنقول يا رحمن أرحمني يا غفور ماذا أغفر لي أحسنتم يا قوي انصرني فهكذا يا أبنائي ندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وقد أمرنا الله بذلك في قولي تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ناتي الآن إلى هذا النشاط ونقوم بوضع اسم الله سبحانه وتعالى في الفراغ الأنسب رحمن سميع غفور قوي أحسنتم يا أبنائي ناتي الآن إلى ألف يا فراغ أنصر الضعفاء ها يا أبنائي ما الاسم الأنسب لكي نقوم بكتابته في هذا الفراغ ها فكروا قليلا يا أبنائي ها هل هو الرحمن أو سميع أو قوي أو غفور أحسنتم بارك الله فيكم يا قوي ماذا أنصر الضعفاء أحسنتم يا قوي أنصر الضعفاء ناتي الآن إلى با يا فراغ ها يا أبنائي تجاوز عن سيئاتي ما الاسم الأنسب فكروا قليلا ها أحسنتم يا أبنائي يا غفور أحسنتم تقول يا غفور تجاوز عن سيئاتي لكي يغفر الله لك ماذا السيئات والخطايا ناتي الآن إلى جيم يا فراغ اهدني لكل خير ها يا أبنائي ما الاسم الأنسب أحسنتم أحسنتم يا رحمن اهدني لكل خير دال يا فراغ أجب دعوتي ها يا أبنائي أحسنتم يا سميع أجب دعوتي بارك الله فيكم يا أبنائي ناتي الآن إلى هذا النشاط ونستمع الآن لهذا الحديث ونستخرج من هذا الحديث أسماء الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم فإذن يا أبنائي الطلاب بارك الله فيكم من أسماء الله الواردة في هذا الحديث إلى الله العظيم الحليم رب الكريم ناتي الآن يا أبنائي إلى الآن تطبيقات على أسماء الله سبحانه وتعالى ونستخرج من الآيات أسماء الله الحسنى الآن سوف نستمع للآية الأولى ونستخرج منها الأسماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الْرَحِيمُ الآن يا أبنائي بارك الله فيكم نأتي ونستخرج أسماء الله الواردة في هذه الآية آية أبنائي أحسنتم الله العزيز الحكيم فقط آية أبنائي أحسنتم أحسنتم وهو العلي العظيم العلي العظيم كذلكم يا أبنائي أحسنتم بحمد ربهم الرب من أسماء الله كذلكم يا أبنائي الله أحسنتم وكذلكم الغفور الرحيم العناة بارك الله فيكم ونستمع للآية الثانية قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير فإذن يا أبنائي من أسماء الله الواردة في هذه الآية نقول الله أحسنتم أحسنتم وكذلكم هنا الله سبحانه وتعالى وكذلكم الله وسميع بصير فمن أسماء الله السميع وكذلكم البصير نأت الآن إلى الآية الثالثة قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد هيا أبنائي بارك الله فيكم من يستخرج لنا أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في هذه الآية هيا أبنائي أحسنتم الله وكذلكم حميد مجيد فمن أسماء الله الحميد وكذلكم المجيد نأتي الآن إلى الآية الأخيرة معنا سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم فإذن يا أبنائي من أسماء الله الواردة في هذه الآية الله أحسنتم كذلكم العزيز الحكيم وكذلكم يا أبنائي أحسنتم هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم وكذلكم يا أبنائي بارك الله فيكم القدير من أسماء الله سبحانه وتعالى وفي الختام يا أبنائي بارك الله فيكم هذا هو رابط الدرس بقناة عين بإمكانكم الرجوع إليه والاستفادة من المصادر والإثراءات المتوفرة على هذه المنصة التعليمية المتميزة والمتكاملة إلى الملتقى بإذن الله عز وجل في الحصة القادمة في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة